تحدي تسويق السياحة يسافر من مدينة طنجة في دورته الثانية بمعية أربع فرق من المعهد العالي للسياحة نحو أربع وجهات ساحرة بمناظرها ورونقها التاريخي من خلال إبراز جاذبيتها السياحية عبر روح العمل والمنافسة والإبداع بين الطلاب التحدي السياحي هو مسابقة تندرج في إطار عنصر وحدة التسويق للوجهة السياحية من أجل دفع الطلاب إلى تقديم أنفسهم بدقة لتنفيذ استراتيجية مبتكرة وأن يكون الطالب قادرا على تطوير وجهات مليئة بالإمكانات السياحية الهائلة ولكنها ليست في دائرة الضوء نعمل بدينامية داخل المعهد العالي للسياحة من أجل جعل طلابنا اليوم سفراء المتقبل لسياحة الغد بالشاركة مع المجلس الإقليمي للسياحة بطنجة طوان الحسيمة والجمعية المغربية للخبراء العلميين في مجال السياحة دورة هذه السنة ستمكن الطلاب من تقييم الإمكانات السياحية لمجموعة من الأقاليم وبالتالي اقتراح استراتيجيات التنمية ثم إعطاء المزيد من الأهمية للوجهات من خلال إبداعات وابتكارات طلابية بدون حدود الإبداع والصرامة أساس عمل الفرق المشاركة من أجل تطوير وجهات مليئة بالإمكانات السياحية الهائلة اليوم نشارك بالنسخة الثانية لتحدي السياحة التسويقية بمشاركة الطلاب الشباب في المعهد العالي للسياحة وهم يقدمون مشاريع سياحية مهمة تسلط الضوء على جميع مناطق المملكة تحدي السياحة ليس على مستوى الشمال المملكة ولكنه على مستوى المغرب ويسمح لنا بالانفتاح على أفكار جديدة لأن العمل لا يتوقف عند هذا الحد اليوم العمل هو عمل مستمر يجب أن نرعى من خلاله كل هذه المشاريع ويجب أن نستلهم منها كل هذه الأفكار بالمغرب تحتل السياحة مكانة هامة في الاقتصاد فهي تشكل أحد روافد التنمية الشاملة بفضل مساهمتها في خلق الضروة إلى جانب تحقيق القيمة المضافة وإنعاش سوق العمل والحد من الفقر ليبقى الرهان على جيل جديد من الخريجين الذين يعتبرون سفراء المستقبل لسياحة الغد ترجمة نانسي قنقر